السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي العزيزات الصف الخامس اليوم سوف نبدأ درس جديد هو بلسان عربي مبين صورة الشمس تلك الصورة المكية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ابتدأت الصورة بالقسم وكلمة ضحاها أي ضوئها إذا أشرقت والقمر إذا تلاها أي تبعتها في الإضاءة بعد الغروب والنهار إذا جلاها أي أظهر الشمس للرائل والليل إذا يغشاها يغشاها يغطيها والسماء وما بناها بناها خلقها والأرض وما طحاها طحاها أي بسطها ووطأها أي استطاع الإنسان أن يمشي عليها ونفس وما سواها سواها خلقها أي خلق الإنسان وخلق أعضاءه فألهمها فجورها وتقواها فجورها معصية المعصية وتقواها أي الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها أفلح فازا زكاها طهرها من الذنوب والآثام وقد خاب من دساها خاب خسر دساها أي حملها الفجور والمعصية كذب الثمود بطغواها أي بطغيانها وعداوتها إذن بعث أشقاها أي شخص الذي قام مسرعا لعقر الناقة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها هنا حذر عليه السلام من عقر الناقة وأن تأخذ نصيبها من الماء فكذبوه فعقروها فدمدم أهلكهم بالعذاب ولم يبقي منهم أحدا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها أي جل فسوها أي جعل الهلاك عليهم جميعا ولا يخاف عقبها أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف جلت قدرته تبعة ما أنزله بهم من شدة العقاب عزيزة الطالبة أكتبي صورة الشمس بالرسم القرآني ملتزمة بالحركة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته